في العراق لا يزال النازحون هم الفئة الأكثر هشاشة رغم مرور نحو ست سنوات على انتهاء العمليات العسكرية هذا الواقع يرده كثير من النازحين إلى الفساد الذي أقحب في أكثر الملفات حساسية في البلاد حيث تؤكد اللجنة الهجرة والمهجرين النيابية ضيع خمسين في المئة من الأموال المخصصة للنازحين بسبب الفساد آخر هذه الملفات التي اتطفت على السطح فقدان أكثر من تسعمائة بيت مسبق الصنع في مجمع النازحين واند واحد واند اثنان في قضاء خانقين بمحافظة ديالة إضافة إلى فقدان الشبكة الكهرباء من الأعمدة والأسلاك والمحولات حيث اتهمت محكمة تحقيق النزاهة في بعقوبة قائم مقام خانقين الحالي أحمد الزركوشي باختلاسها جريمة يقول الناشطون إنها جزء من سلسلة طويلة من تلاعب الأحزاب والمسؤولين بالأموال المخصصة النازحين والتي لو وزعت بشكل صحيح كما يشير الناشطون لما كان النازحون بحاجة إلى السكن أصلا في المخيمات على المستوى الرسمي يبدو أن تداعيات الفساد الحاصل ستكون حائلا أمام الحكومة لتنفيذ مخططاتها بإعادة النازحين ولو قصريا إلى مناطقهم المدمرة خلال ستة أشهر كما تنوي واعترفت وزارة الهجرة والمهجرين أخيرا بصعوبة إنهاء ملف النزوح في البلاد مؤكدة أن 187 ألف عائلة ما زالت نازحة في المخيمات وخارجها لعوامل أخرى يعرفها النازحون جيدا أبرزها سيطرة الميليشيات على مناطقهم فضلا عن فشل الحكومة بتنفيذ عودها بإعمار ما بات يعرف بالمناطق المنكوبة